واضح زي ما بقول لكم انه الايام اللي فاتت دي فيه اشارات بتخلي الواحد يعرف ويقرى الناس بشكل احسن مبارح كلمتوكوا شوية عن تجديد الاهلي لتعاقده مع نجم وسط فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي محمد مجدي افشا وقلت لكم مبارح كرام كتير عن انه الحركة اللي عملها مجدي افشا بانه هو وقع على عقود تجديده للاهلي على بيض من غير مساومة ولا فصال ولا طلب فلوس معينة ولا طلب مساواته بالفعل الاولى قال لهم انا تحت امركو الرقم اللي هتحطوه قادي امضته وتصرفوه تلكون ده دليل على انه ايه شاري النادي الاهلي وخادم للنادي الاهلي وعاشق للكيان ونفسه يساعد اكتر في انجازات الكيان فده خلى كتير من الجمهور حتى اللي كان بيهاجم محمد مجدي افشا قال لك لا الحركة اللي عملها دي تبين معدنه النفيس معدنه الاهلاوي النفيس النهاردة كمان لازم اعترف انا لحضراتكم انه محمد شريف مهاجم الاهلي والذي انتقل رسميا النهاردة من الاهلي الى نادي الخليج في السعودية اكتشاف كمان بالنسبة لي محمد شريف كان بالنسبة لي طول الوقت لغز بس ده على مستوى الفني كان لغز على المستوى الفني ليه لانه زي ما انا قلتلكم كده محير جدا محير جدا وغامد جدا يوم هو محمد شريف المخيف ويوم محمد شريف النطيف في الخفيف الذي لا تحس بيه ولا يمين ولا شمال تحس انه في الملعب وجوده من عدمه واليوم التاني بولدوزر ومخيف وبرع بالحراس يابني منين كده ومنين كده حاجة غريبة جدا جدا ثم كمان على المستوى النفسي كان بالنسبة لي لغز اللي مش معقولة مهاجم ومحترف ومهاجم منتخب في منتخب مصر ومهاجم النادي الاهلي يبقى نفسيته عاملة زي ورقة السجارة الحركة اللي عملها معاه كان مين كيروش ولا مين الحركة اللي عملها معاه كيروش في البطولة العربية حتى ميته كانوا وقته معاه في البطولة العربية وما بيلعبوش وفي مطش اعتقد مش فاكر كان مطش ايه ايه لي نزل وبعد ثلاث دقايق طلعوا والله ما انا فاكر افرقيا افرقيا بطولة افرقيا صح نزل وبعد كده حصل دروب مش عابت مين تصب وش عابت ايه فم يطلعوا محمد شريف طلعي وقتها يعني نزل في الدايئة سبعين حصل حاجة في الملعب مين تصب الدايئة خمسة وسبعين ونطلعها لا حيش يكمل في ملعب ثلاثة اربعة دقايق طلع على الدك قاعد يعيط واللعب على التهدي وبتاقى وقلنا خلاص طبيعي ان هو متأثر وبتاقى وكان عايز يختم منتخب مصر وكان عايز يساهم في بطولة افرقيا وبتاقى طبيعي بس قلنا الموقف رمعي ساعة نص ساعة ليلة للتين ويعدوا لكن محمد شريف ما بعد هذه الواقعة غير محمد شريف قبل هذه الواقعة تماما واحد تاني ناس الملعب وناس التهديف وفقد ثقة لنفسه وفقد ثقة قدام المرمى واحد تاني لكن لغم كل ده اللي عمل محمد شريف واللي قاله النهاردة يقول لي انه برضو دور على المعدن يا تامر دور على معدن اللاعبين لهو ده الاصل محمد شريف عمل بيان بيهديه الى جمهورنا الاهلي عندكم ببيانه ولا مش عندكم بيوجه فيه الشكر والكلام الى الجماهير الجماهير النادي الاهلي والحياة لما سمعت الكلام قلت لأ الولد ده معدنه نفيس معدنه ثمين اي الكرة محمد شريفة هو على حسابه الرسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية مين يكون معاه وفي ظهر النادي الاهلي ويقدر يتشرط او يملي شروطه عليه انا بكتب البوست ده حابب اوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الاهلي اولا الجمهور انا فعلا مش لقي كلامي يوصف ولا يوفي حقكم علي بعد ربنا سبحانه وتعالى كنتم انتم خير دعم لي وخير سند في اوقات صعبة لي وللفريق ككل بشكركم وبعتذر عن اي تقصير في يوم حصل مني وحتفضل اصواتكم دايما معايا وجوايا يا اعظم جمهور في العالم جمهور الاهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة دمتم نعمة والحقيقة البيان ده فيه تلات رسائل الرسالة الاولى انه بيكدب كل الاشعاعات اللي طلعت خلال ايام اللي فاتت انه بتشرط على الاهلي وقال ان انا مش هجدد مع الاهلي غير لما اعود مع كولر واسمع من كولر وعد اساسي ان انا حلعب المهاجم الاساسي للاهلي ده الكلام اللي تقالف من بعض الاعلامين الرياضيين خلال يومين تلات اللي فاتوا فمحمد شريف في البيان بيكدب الكلام ده بيقول ما خلقش وما جرقش لسه اللي يتشرط على الاهلي وانا مش مجنون ان انا اتشرط على بيتي والكيان اللي انا بنتميله وبحبه فنفى الحكاية دي جملة انا تفصيلا اتنين قالك انا بعتذر عن اي تقصير حصل مني وانا في رأيي انه هو قاصد واعتقد انه هو زكي وعارف قاصد كاس العامل الاندية ده انه كاس العامل الاندية دي بتاعتك يا بو شريف الانفراض اللي انت ضيعته وانح النتيجة كانت اتنين اتنين وبتاعته وتردد غلبنا من من كانفنا البرازيلية اعتقد على البرونزية فالناس مش نسيه لك الانفراض العظيم ده انت كنت سدح مدح لوحدك اربعين يارضا لوحدك وروحت حطيتها في دجون فهو ده التأصير الاساسي لجمهور الاهلي مش نسيه لك لكن طبعا بي كورة وفيها توفيق وعدم توفيق النقطة التالتة الاخيرة انه في منتهى الزكاء انه بيقول ان الاهلي في الاخر البيان الاهلي بيتي والجمهور ده هو اللي بيصنع النجوم ودمتم نعمة معناها ان لنا شوقة ولينا راجعة ولينا عودة ومحدش يحرق المراكب قبل ما يمشي ومحدش يحرق المراكب قبل ما يمشي وده منتهى الزكاء كل التوفيق ليك يا شرف وانا متأكد ان انت بازن اللي حتكسر الدنيا ويا بختك يا عم ويا حظك يا عم روحت لدور النجوم بقيت دلوقتي صفقة زي رونالدو وزي بنزيمة وزي نمار صفقة نمار لتأكدت النهاردة لنادي الهلال السعودي فخلاص بقيت وسط الكوكبة دي وبقى بصلنا بس وبقى افتكرنا يا عم شريف كل التوفيق ان شاء الله والتجاحك وتقلقك مهم للاهلي ولمنتخب مصر ترجع لنا مهاجم عظيم للكرى المصرية ولمنتخب مصر بازن الله ترجمة نانسي قنقر